استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلان بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وخلال لقاء تباحة طرفان حول آخر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل إحياء جهود التسوية وأعرب أبو الغيط خلال اللقاء عن انزعاجه حيال ما تشهده القضية الفلسطينية من تراجع في الاهتمام الدولي خاصة في ضوء وجود حكومة يمينية في إسرائيل كما استمع أبو الغيط باهتمام إلى رؤية المنصق الأممي بشأن تطورات في الأراضي المحتلة بما في ذلك ما شهده قطع غزة من هجمات إسرائيلية في مايو الماضي كما أكد على أهمية العمل على صيانة إمكانية تطبيق حل الدولتين عبر الحيلولة دون الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وحصارها بمشروعات مختلفة لبناء ألاف الوحدات الاستيطانية خاركت للتو من اللقاء المطول مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالأمس كنت مع وزير الخارجية المصري وأنا هنا لأننا نواجه وضعا صعبا للغاية في فلسطين في كل من الضفة الغربية وغزة وبالنسبة للأم المتحدة نحتاج إلى التشاور مع شخصيات مسؤولة ويمكن أن يكونوا جزءا بارزا في المشاورات ليس فقط لمحاولة استقرار الوضع هناك لأن هذا ليس هدفنا وإنما هدفنا هو توجيه المصار إلى معالجة الأزمة الحقيقية لصد أي محاولة للتوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية نحتاج إلى توجيه المصار لتعزيز السلطة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر